بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بالجميع أشكر تفاعلكم مع سلسلة منارات العلم وتاريخ المدارس المعاصرة سأحدثكم الليلة إن شاء الله تعالى عن مدرسة تعد من أقدم إن لم تكن أقدم المدارس في الحجاز بل في الخليج أيضا حديثنا اليوم عن تاريخ المدرسة الصولتية الموجودة في مكة التي تأسست في سنة 1290 من الهجرة في سنة 1233 من الهجرة الموافق سنة 1818 من الميلاد ولد الشيخ محمد رحمة الله الكيرناوي رحمه الله ولد الشيخ في قرية كيرانة بالقرب من دلهي وطلب العلم على علماء بلده ثم صار له حظ كبير من العلم بل وجهاد الإنجليز أيضا وكان للشيخ محمد رحمة الله العديد من الكتب من أهم كتبه كتاب اسمه إظهار الحق صنفه في الرد على النصارى الكتاب صنفه في اسطنبول بطلب من السلطان العثماني عبد العزيز خان وكان يعتمد على هذا الكتاب الشيخ أحمد ديدات في مناظراته استقر الشيخ محمد رحمة الله في مكة وصار له مجلس للعلم في المسجد الحرام واجتمع عليه الطلاب ونهلوا من علمه وفضله أسس الشيخ محمد رحمة الله مدرسة صغيرة في سنة 1285 عند باب الزيادة بالقرب من المسجد الحرام وفي سنة 1289 من الهجرة حجت امرأة من نساء الهند الفضليات تعرف بصورة النساء وكانت امرأة ثرية رغبت هذه المرأة الهندية الثرية صورة النساء في أن تقف رباطا بالقرب من مسجد الحرام لطلبة العلم الهنود المجاورين ونظرا لعدم وجود مدرسة بالقرب من المسجد الحرام اقترح عليه الشيخ محمد رحمة الله في أن يكون الوقف مدرسة لا رباطا قبلت صورة النساء هذا المقترح وتم شراء أرض عند حارة الباب بالقرب من المسجد الحرام وافتتحت المدرسة سنة 1291 وردا لفضل هذه المرأة وتخليدا لدورها سمى الشيخ محمد رحمة الله هذه المدرسة بالمدرسة الصولتية والمدرسة الصولتية مدرسة نظامية تقدم العلوم الشرعية المختلفة مع غرس الفضائل في نفوس طلابها وأي طالب يريد الالتحاق في هذه المدرسة كان يخضع لاختبار يعرف منه مستواه العلم وبناء عليه يحدد فصله لما زار الملك عبدالعيز رحمه الله المدرسة الصولتية في سنة 1344 أعجب بها وقال الصولتية هي أزهر بلادي مرت المدرسة الصولتية خلال هذا الزمن الطويل من تاريخ تأسيسها بتغييرات كبيرة في مناهجها وفي مبناها أيضا من أشهر من درس في المدرسة الصولتية المشايخ عثمان الصالح وحمد الجاسر وعبدالله السليم ومحمد زينل ومحمد النحاس رحمهم الله وقد تخرج من المدرسة الصولتية في مكة العديد من العلماء والأدباء والمفكرين والذين تقلدوا مناصب رفيعة في السعودية المدرسة الصولتية اليوم تعد جامعة إسلامية مصغرة أكثر من ألف طالب من مختلف الجنسيات الإسلامية ويشرف على الإدارة والتدريس في المدرسة الصولتية العديد من الأساتذة الفضلاء والذين لهم باع في التدريس والتربية آمن من المسؤولين في السعودية أن تحظى المدرسة الصولتية التاريخية بمزيد من الاهتمام من حيث الموقع والرعاية أيضا ما يقرب من مئة وخمسين عاما وما زالت المدرسة الصولتية تؤدي رسالتها اللهم ارحم صولة النساء ومحمد رحمة الله